اشتركوا في القناة اهلا بكم في نشرة اخبار الرأي اصحبكم خيالها محمد المؤمن والبداية دوما بابرز العناوين تطورات عراقية والكويت بخريطة داعشية كان الاجتماع مطول وكان اجتماع ايجابي في تبادل بعض المعلومات تصديق الشهادات محضر اجتماع القيادات هل الدولة جاهزة على انها فعلا تستطيع ان تؤمن 74 الف وحدة سكنية انا اتمنى انه يكون اشراق القطاع الخاص اشراك حقيقي التحرير محل ترحيب والتنفيذ قيد التشكيك الاكل الصحي ان الواحد يأكل بالمعقول بس في دهون مهدرجة في دهون مشبعة احنا كاخصائن تغذية حذر منها ظاهرة اطعمة الدايت تخلط الحابل بالنابل وفي النشرة اصغر متسلق على الاطلاق اهلا بكم تطورات ميدانية متسارعة في العراق تمثلت بسيطرة القوات الكردية على مدينة كاركوك بعد ان تخلى الجيش الاتحادي عن مواقعه في مدان مجلس الامن الهجمات التي يشنها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام داعش والتي استولى من خلالها على مدينتي الموصل وتكريت وقال المجلس ايضا ان الاوضاع الانسانية في المناطق المحيطة بالموصل مزرية وتزداد سوء باستمرار وقد دعا تنظيم داعش للتوجه نحو بغداد في من تقد متحدث باسمه في الوقت ذاته رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي وصفه ببائع الشعارات الى ذلك نشر تنظيم دولة الاراق والشام الاسلامية داعش خريطة لتصور الدولة الاسلامية التي يسعى لاقامتها وبدى لافتا ان التنظيم وضع الكويت ضمن دولته المرتقبة وفي السياق اجرى رئيس مجلس الوزراء الكويتي شيخ جابر المبارك اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي استعرض معه تطورات الاوضاع الامنية كما اعلنت الجامعة العربية عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة الاحد المقبل لبحث تطورات الاوضاع في العراق وتنفيذ قرارات قمة الكويت بشأن دعم الجيش اللبناني وفي المواقف الدولية استبعد امين عام حلف الاطلسي دورا للحلف في العراق مؤكدا انه يتابع الموقف عن كثب في وقت يتصاعد فيه الجدل الروسي الامريكي حول ما يجري وقال وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف ان تقدم مقاتلي تنظيم داعش في العراق يهدد وحدة وسلامة اراضيه ويشكل فشلا تاما للتدخل الامريكي والبريطاني في هذا البلد اما الولايات المتحدة الامريكية فاعربت عن دعمها للقادة العراقيين الذين يواجهون هجوما واسع وتعاهدت واشنطن بزيادة المساعدة للعراق ودراسة شن ضربات جوية في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك كما اعربت فرنسا عن دعمها الكامل للحكومة العراقية في حربها ضد المسلحين وكان وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجرالة قد اعرب عن قلقه من الوضع في العراق مشيرا الى ان الاحداث اخذت منحنى خطير في الفترة الاخيرة وتمنى الجرالة في ختام الدورة التدريبية للغة العربية للدبلماسيين الاجانب ان تتمكن الحكومة العراقية من احتواء ما وصفه بالاعمال الارهابية كما رد الجرالة على سؤال حول تهديدة داعش على الكويت بالقول ان تهديدة داعش ليست فقط للكويت ولكن للمنطقة مشددا على ضرورة الحذر واليقضة وتعزيز الجبهة الداخلية في الكويت وفي دول مجلس التعاون هدوء نسبي خيم على النشاط البرلماني اخر ايام الاسبوع والذي اقتصر على بحث تأخر تصديق وزارة التعليم العالي لبعض شهادات الدارسين على نفقتهم الخاصة في الخارج من قبل لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد وقال رئيسه النأب حمود الحمدان ان اللجنة اجتمعت مع قياداتهم في وزارة التعليم العالي واستمعت الى ارائهم في شأن تصديق الشهادات مبينا ان الاجتماع كان ايجابيا حيث طلبت اللجنة من تلك القيادات تزويدها ببعض البيانات حول هذا الامر في الاجتماع المقبل تم اجتماع اللجنة التعليمية قبل قليل وكان ذلك بحضور قيادات التعليم العالي وكان الموضوع هو تصديق بعض الجامعات او شهادات بعض الجامعات التي تصدر قرار بإيقافها وكان الاجتماع مطول وكان اجتماع ايجابي في تبادل بعض المعلومات وطلب بعض الاشياء الاجتماع خادم باذن الله عز وجل وكذلك تم المصادقة على اسماء الاستشاريين للجنة خاصة بمنظومة القيم وعلى ان تحال لمكتب المجلس لمعاينة كذلك السيفي حق الديكاترة واختيار بعضهم وكذلك تم مخاطبة المجلس في طلب احالة موضوع عدم استكمال تعيين غير محددي الجلسية في وزارة التربية وسبب عدم معاملتهم معاملة غير الكويتي او الاجنبي في التعيين او كذلك في جوانب المالية وراح يكون هناك كتاب موجه المجلس في طلب احالة هذا الموضوع للجنة مواكبة التنفيذ الحكومي لسرعة الانجاز التشريعي باتت مطلبا لحل الازمة الاسكانية سيما بعد تحرير مساحة واسعة من الاراضي من قبل شركة نفط الكويت وسط تشكيك المعنيين والمراقبين بقدرة الحكومة وسرعتها في انجاز الوحدات المطلوبة محمد الحياري والتقرير التالي على وقع التصريحات التي اعلنت رفع شركة نفط الكويت يدها عما يقارب 70 مليون متر مربع من الاراضي تأتي الاشادة بالخطوة مصحوبة بالتشديد على ضرورة التأكد من ملاءمتها للبناء يجب فحصة صراحة البنية التحتية في جهات مثل البيئة وهالأمور كانوا يشتكون يقول لك أننا نستلم أراضي غير صالحة تربتها أو أرضية أو ما تحتها للسكن للبنيان فنارجوا قبل لا نفرح المواطن وأنا أتمنى أنه لا يوجد أي أشكال أنه فعلا صالحة للسكن لأنه بسبب قربها ممتازة أنه نميز فيها الشعب اللي يستاهل أفضل من جديد لحل المشكلة الاسكانية وفيما يرحب المراقبون بخطوة تحرير الأراضي إلا أنهم يشككون بقدرة الجهات الحكومية المعنية على توفير الخدمات والبنية التحتية اللازمة لبناء الوحدات السكنية الكافية هذا شيء طيب لكن السؤال اللي يطرح نفسه ويمثل الحقيقة هل الدولة جاهزة على أنها فعلا تستطيع أن تؤمن 74 ألف وحدة سكنية في ظل نقص في الكهرباء نقص في المياه نقص بالخدمات كلام كثير نسمع لكن هل هذا يتوافق مع الواقع؟ أنا أقول لك لا لا يتوافق مع الواقع نحن أمانة أمام كارثة في تصريحات المسؤولين اللا مدروسة ولا تتناقم مع الواقع ويؤكد المراقبون على ضرورة إشراك القطاع الخاص لمعاونة المؤسسات الحكومية في بناء الوحدات السكنية والإسراع بالتنفيذ من أجل المساهمة في تقليص طوابير الانتظار ومواكبة الطلب المتنامي للحصول على السكن الملائم الإسكان هي من تقوم بالتنفيذ وأنا أتمنى أن يكون إشراك القطاع الخاص إشراك حقيقي ويكون شريك على طاولة وحدة في عقد واحد حتى يتمكن من البنوك تمويله في عقود سهلة ويكون الناتج أنه يوفر سكن طيب لشعب الكويتي بإذن الله ويبقى ضعف وطيرة التنفيذ من قبل الجهات الحكومية العائقة الأكبر لحل الأزمة الإسكانية سيما بعد سرعة الإنجاز التشريعي محمد لحياري الراي سفير الكويت لدى الوئة المتحدة الأمريكية الشيخ سالم عبدالله الجابر أعلن انتهاء جلسات الاستماع لمجلس المراجعة الدورية المعني بالنظر في قضيتين المحتجزين الكويتيين في معتقل كوانتانامو فوز العودة وفايز الكندري وأكد الشيخ سالم أن فريق الدفاع عن المحتجز فايز الكندري قدم مرافعة جيدة وأنهم يمتوقع أن تصدر نتائج جلسات مجلس المراجعة بالنسبة للمحتجزين الكويتيين بحلول منتصف شهر رمضان المقبل تم انتخاب مرشح الكويت عادل الصقر في منصب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لولاية مدتها أربع سنوات اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل وجر انتخاب الصقر خلال اجتماع الجمعية العامة لوزراء الصناعة العرب فيما اعتبر رئيس الوفد الكويتي المدير العام للهيئة العامة للصناعة محمد العجمي أن انتخاب الصقر يعزز المكانة التي تتمتع بها الكويت في المحافل الدولية والإقليمية بفضل سياستها المتوازنة الرشيدة التي يقودها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الدايت ظاهرة انتشرت بكثرة في الآوينة الأخيرة في المجتمع الكويتي حتى اختاط الأمر بين الطعام الصحي والتجاري قضية نسلط الضوء عليها في التقرير الذي أعدته ابتسام رمال موضة الدايت أو هبة باللهجة الكويتية باتت الشغل الشغل للمنغمسين بعالم الحمية ومأكلات الدايت وعلى ضوء الدراسات الأخيرة التي تحذر من مأكلات ومشروبات الدايت قصدنا أخصائية تغذية علاجية التي شددت بدورها على ضرورة الابتعاد عنها واستبدالها بأسليب صحية مو كل رجيم ينزل الوزن رجيم صحي لكن المفروض الرجيم اللي نستخدمه في تنزيل الوزن يكون رجيم صحي فبالتالي كلمة الدايت لا تعني صحي كذلك بالنسبة للأكلات الأطعمة نلاقي كثير من الأجبان والألبان أو البسكوت أو الكاكاو مكتوب عليه خالي من الدهون لما ننشيك أو خالي من الكوليسترول لما ننشيك الطابع الغذائي ينلاقي متروس دهون مهدرجة نباتية أي نعم هو مافي كوليسترول بس في دهون مهدرجة في دهون مشبعة احنا كأخصائي تغذية نحذر منها نحذر من استهلاكها فبالتالي أنا بالعيالة دائما نقول حق الناس أي شي مكتوب عليه رجيم واخر عنه أي شي مكتوب عليه دايت واخر عنه لو فات قليل الدسم أوكي قليل الدسم يعني 50% و40% من الدسم منزول هذا الشيء قادي صحي لكن الشيء الخالي زيرو هذه كلمة زيرو نوخر عنها أي شي زيرو سكر زيرو دهن زيرو كذا نوخر عنها لأن أكيد في شيء وراءها مأكلات ومشروبات الدايت التي امتلأت بها الأسواق ومراكز التسوق وجدت سوقا كبيرا لها في الكويت ولكن هل يميز هؤلاء بين الطعام الصحي والدايت؟ الفرق بيكون بالنسبة الدهون في الأكل أحيانا على موضة الدايت يعني بتحسيني أنه يعني 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 اوكي والدايت إنه هو الواعد إذا يكون متين عنده قدرة وعنده استطاع أن يسوي شي هذا هم هذا شي حل وهذا الصحي ودايت نفس الوقت غزو هذه المأكلات والمشروبات الأسواق المحلية يطراح التساؤلات حول الرقابة الموجودة واحدة دائما طالب أن يصير فيه رقابة أكثر على مكونات الأغبية مش بس من الناحية اللي نقول خطوط العريضة بالنسبة لمنظمة الغذاء والدواء لكن كذلك بالنسبة لخطوط اللي ممكن تنظف والأشياء اللي ممكن نمنعها أو الأشياء اللي ممكن ندقق ونحرص على نسبة استخدامها هنا عشان بس المستهلك لا يخترع أو يخاف بالنسبة لمعظم المنتجات في السوق المواد الحافظة والمواد اللي هي سكريات صناعية وكذا توضع في المنتج بالنسبة المسموحة عالميا لقطعة واحدة لكن أنا كم قطعة أستهلك من هذه باليوم تحذيرات عالمية من مأكلات ومشروبات الدايت وبالتالي هل العودة إلى الطبيعة وطعام الأباء والأجداد هو الملاذ الآمن لحماية الصحة؟ ابتسام رمال الراي وفي جنيف أعربت الكويت عن قليقها اتجاه مستوى الأغذية التي تنتجها شركات الغذاء العالمية مشددة على ضرورة اعتماد شركات الغذاء معايير لتحسين النوعية التغذوية لمنتجاتها جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثاني في وزارة الخارجية الكويتية بدر العدواني أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حيث أعرب عن تأييد الكويت ضرورة اعتماد شركات الغذاء العالمية معايير لتحسين النوعية التغذوية لمنتجاتها طفل صغير لم يبلغ بعد شهره العشرين يتسلق صخورا مصطنعة صغيرة مثبتة على حائط منتصب بشكل شبه رأسي وفق ما أظهره مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أثارت مهارات الطفل إعجاب المتابعين لنشاهد ذلك معا موسيقى تراجع ثلاثي تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير موسيقى أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية سوق الكويت الأوراق المالية أنهى تدولات آخر جلسات الأسبوع على انخفاض في مؤشراتها الثلاثة بواقع أربع وثلاثية نقطة للمؤشر السعري ونقطة ونصف النقطة للوزني وخمس نقاط ونصف لمؤشر كويت خمسة عشر وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق حوالي سبعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو مئة واثنى عشر مليون سهم ارتفع سعر برميل النفط الكويتي تسعة وعشرين سنة ليستقر عند مستوى مئة وأربعة دولارات واثنين وخمسين سنة للبرميل وفي أسواق النفط العالمية ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج برينت متجهة صوب مئة وعشرة دولارات للبرميل أمس بسبب مخاوف بشأن آفاق إمدادات العروض من النفط بعد سيطرة جماعات مسلحة على مناطق في العراق يد العميد حديد التفاصيل في صفحة الرياضية بعد هذا الفاصل أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية أعلن رئيس نادي الكويت الرياضي عبد العزيز المرزوق تحقيق النادي كأس التفوق العام للسنة الرابعة في تاريخه والثالثة على التواليه وذلك في اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في مقر النادي واعتمدت للجمعية العمومية التقريرين الإداري والمالي للسنة المالية المنتهية بموافقة كافة الأعضاء كما فوضت للجمعية العمومية مجلس الإدارة اختيار مدقيقين حسابات للنادي للسنة المقبلة وأرجع رئيس النادي الإنجازات التي حققها فرق النادي إلى أبناء علي ثنيان الغانم للدعم الكبير المقدم منهم لجميع فرق النادي دون السثناء يوم أعلننا كاستفوغ للمرة رابعة خلال خمس سنوات والثالثة على التوالي واندال يدلنا نذر الكويت لم يأخذها في الصدفة ولم بضربة حظ إنما بجهد بأنما بتخطيط بعمل بدراسة وضعناها استراتيجية من قبل نعيشتنا تقريبا وهذه ثمارها ونجنيها وإن شاء الله يقدرنا أن نكمل ونحافظ عليها ونلتزم فيها إن شاء الله قفوات خانا نتكلم على فرق كرة القدم دعاكم المحترفين محترفين جدد حد طبعا أعلننا عن محترفي قبل يومين تقريبا عن محترف مكالي البرازيلي وجود روجيريو وشادي الهمامي باقين والآن جاري البحث عن محترف آسيوي بيكمل مثلا يقولون رباعي أعمالتنا اللي لازم يكون هنا صلنا لازم في حصرنا في لعب آسيوي وإن شاء الله جاري مفوضات على مهاجم وراح نعلن عننا إن شاء الله بس تنتهي آخر مفوضات فيها إن شاء الله طبعا هذا إندياز يعني مجهود كبير طول السنوات لفاتد استطاع نادي الكويت أن يحافظ على كاس التفوق وهذا يعني الصعوبة يمكن الحصول على كاس التفوق الأول مرة يمكن تكون أسهل من المحافظة عليه طبعا استطاع نادي الكويت محافظة على كاس التفوق للسنة الرابعة الحمد لله يعني ونتائج كل ما لها تصعد النقاط التفوق صعدت بالمستوى لدليل أن السنة حصل على 308 أكثر من السنة للفاتد توجى فريق الكويت بطا لبطوة كاس الاتحاد لكرة الياد بفوزه السهل على فريق الشباب في المباراة النهائية بفريق 9 أهداف وبنتيجة 31 هدفا لـ 22 وانتهى شرط المباراة الأول الفائز بـ 16 هدفا لـ 10 أهداف تقرير لأحمد لانزي حقا إنه موسم الاستثنائي لفريق كرة اليد بنادي الكويت بعد أن ضم كأس الاتحاد إلى درع الدوري العام بفوزه في المباراة النهائية على فريق الشباب بفارق مريح من الأهداف إنجاز حلو وإنجاز أول فريق كويتي حقيقة أنه يأخذ الدوري كاسم موسم واحد من غير ولا خسارة ولا تعادل ربي لك الحمد مجهود الإجاز الداري الفني اللاعبين بعد عمر البالول والحمد لله على كل حال وإن شاء الله البطولات الخارجية القادمة نقدم أفضل ونحقق مركز حق الاتحاد الكويت كرة يد ولكويت حق الدارة وإن شاء الله الموسم الياء بحلة جديدة نادي الكويت من أفضل لأفضل إن شاء الله لكل مشاهد نصيب والحمد لله احنا تعبنا في أول موسم وهذا يعني مثل ما يقول ثمرت تعبنا ويعني فريغنا فريق يعني ما شاء الله ما موانا لاتكلم لدينا فريغ مدعوم بالنجوم فريغ النجوم ما هو تقليلا بالفرغة الثانية لكن فريغنا يستحق هذا الفوز ومنها للأعلى إن شاء الله ألا بيض استحق لقب البطولة بعد مشوار صعب بفوزه على فريق القادسية ومن ثم فريق لقرين وأخيرا على فريق الشباب في مباراة تسيدها منذ البداية وحتى النهاية لينهي اللقاء بفريق تسعة أهداف الحمد لله في كل حال يعني أشكر مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري يعني اللي ما يقصر مع الفريغ بأي شيء وهذا أغل شيء قدم لهم بس يعني إحنا اليوم فرحتنا مو فرحة وفرحة الوثاء فرحتنا أنه شيء تاريخي عمره ما تحقق بتاريخ كرة اليد فريغ ياخذ دوري وكاس بدون خسارة ربي لك الحمد وإن شاء الله فريغ هذا مستوي يعني واحترامي لكل فرغة كويتية لكن إن شاء الله نلقى نفسنا بالبطولات الخارجية إدارة على كفاءة عالية بقيادة نائب الرئيس المدير لعبة كرة اليد خالد الغانم إلى جانب اللاعبون على مستوى فن عال هي من جلبت للقابع دون أن يتعرض الفريق لأيتي خسارة طوال الموسم الرياضية طبعا الموسم من ستنائي حصلنا على دوري وكاس من غير خسارة هذه ولا مرة صارت تاريخ كرة الكويتية جميع اللاعبات الحمد لله رب العالمين هذا مجود يشكر من الإدارة من المدرب من اللاعبين اجتهدوا يا بعض وهذه النتيجة الحمد لله رب العالمين الآن نفكر بالبطولات الخارجية ونشرف نادر الكويت ودولة كويت البطولات بره شاء الله الشباب احتل المركز الثاني في أول مركز الله طوال لمشوار تاريخ البطولة بينما حزى فريق القرين على المركز الثالث بفوز سهل على فريق خيطة أحمد العلزي الرأي مستشفى السيف ساعدني أزين حياتي بأول طفل مستشفى السيف أبحر برعايتنا اليوم حبيت أتكلم عن موضوع مهم جدا ألاحظة في منتشر جدا وهو إساءة استخدام العدسات اللاصقة سواء كانت الملونة أو الطبية نجد أن عدد كبير من المرضى يجينا العيادة وعنده التهابات شديدة في القرانية بسبب النوم أو طول مدة استخدام العدسات اللاصقة أنصح جميع الناس بعدم النوم بالعدسات اللاصقة وعدم استخدامها لمدة تزيد عن ثمان ساعات يوميا وشيء ضروري جدا أن الشخص يأخذ يومين أو يوم الأقل راحة بالأسبوع من العدسات اللاصقة لكونها من الأسباب الرئيسية لالتهابات القرانية في حالة سوء الاستخدام مستشفى السيف وفر علي عناء السفر للخار مستشفى السيف أبحر برعايتنا والآن مع جولة على أحوال الطقس والسعراض لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم غد في مناطق الكويت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقبل الختام تابعونا على حساب تويتر آتر رايبيني جروب وعلى اليوتيوب الراي تيوب إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر